صباح الخير يعطيكم العافية الفيديوهات هذي انا راح اتكلم عن موضوع البوكيمون ولعبة بوكيمون جو انا بصراحة ما كان ودي اتكلم عن اللعبة ولكن فيه شخص نزل اسنابات وعنده وايد متابعين وايد متابعين قاعدين يأكدون على كلامه كلامه كله غلط اول شي كان قاعد يقوله ان لو فيه شخص يبيعرف تفاصيل هالمكان حديقة مسيد وتفر المكان اللي يبيه فراح يكون صعب عليه ان يروح ويصور هالمكان لعبة بوكيمون جو سهلت على التجسس لانه هما يبون يأخذون بيعناتنا ومعلوماتنا من المسايد والحدايق فعشان شذي ايه حديثة تطرق لانه والله هما يبوني عارفون الحين شنو قا يصير بالحديقة والمسيد فلعبة بوكيمون جو سهلت الشي هذا انه هما يعرفون بسرعة بدل لا اوما يتعبون يسوونها قال ان عشان يسوون هالشي ان يراقبون هالمكان يعرفوا شنو قا يصير فيها الحين يحتاجون وائد امور كلامك صح ولا لا لا طال عمرك كلامك غلط اوكي نكمل ايضا قال انا راح تات جنوج مجهولين عشان يسوون لي الشي هذا والجنود المجهولين راح يكلفوني واي ايه هذا طال عمرك ايام رأفة الهجان مو الحين اوكي فاخر نقطة عندنا عشان يتخطون هذا كله يسوون لعبة واسمها بوكيمون ويحطون لك البوكيمون داخل مسيج عشان تروح انت تصور له ماشي اسمع طال عمرك اولا مع احترامي لشخصك الكريم كلامك كله غلط ودليل على انك ما تعرف شنو قاعد تقول اول شي طال عمرك في لعبة بوكيمون جو تعتمد على ثلاث اشياء رئيسية الجايروسكوب والكاميرا والجي بي اس اللي موجود بالجهاز عشان تشتغل معاك اللعبة طبعا ممكن ان انت ما تشغل الكاميرا فما لا داع انك تصور تقدر تلعب اللعبة بدون ما تشغل الكاميرا اوكي اوكي مبنية على خرائط جوجل مو مبنية وهما مسوين الاماكن فبالنسبة لتواجد البوكيمونات في اماكن عامة واماكن تكثر فيها الناس بسبب الاجهزة وكثرة الاماكن هذه اللي تكثر فيها الناس التجمعات سبيل المثال اذا رحت على البحر رح تلقى بوكيمونات وايد هناك لانا في بوكيمونات بحرية ولانا الخرائط تبينه هذا بحر رح يطلك البوكيمونات عليها لانهم بحريين ما بتكلم وايد انا عن اللعبة لان انا بالنسبة لي ما حبيتها ولكن نرجع حق الفكرة اللي هو كان قاعد يقنع الناس فيها واللي مصدقين نسمحك فكرة التجسس ترى فيه برامج خاصة للتجسس تستخدم الاجهزة عشان تتجسس وتستخدم الاغمار الصناعية مو لازم يسووا اللعبة عشان يتجسسون عليه ربطوا التجسس باللعبة هذا كلام غير صحيح ليش ما ربطتها مثلا بسناب شات ليش ما ربطتها بتويتر ليش ما ربطتها بالإستغرام أو بالكاميرا ليش ما ربطتها بالجهاز نفسه ليش ما ربطتها بالجهاز نفسه اللي يستخدم الجي بي اس ويستخدم الواي فاي يستخدم شبكة اتصالات اللي ممكن ان انا اخترقهم ويقدر اتجسس عليك بدون ما سويلك لعبة رجاء يا جماعة المواضيع هذه يخذوها من الناس متخصصة يعني مايصير تروح اقبان شرش تقول او الله عندي عوار بالقولون مايصير اوكي رجاء رجاء حار حق الناس اللي حابة توصل معلومة على ابونا انا خايف عليكم لا تفلسف بشي ما تفهم فيه لو سمحت قصة الكلام انا عن نفسي ما احب البوكيمون ولا احب اللعبة ولكن اللعبة وناسة وحلوة وفيها وايد اشياء حلوة اللي يبي يروح يلعبها او الله ورجاء حار لأول مرة بحاتة يسوي لو سمحتوا نشروا حسابي حق اللي يبيعرف الكلام هذا صح ولا غلط الكلام اللي قاعد نقال كله غلط وفيه ناس وايد مصادقة انا اسف بس تو واحد بالاخوان ذكرني بنقطة انا كنت ناسيها اللعبة ترى موجودة باستورات معينة وكل الناس اللي عندنا قاعد ينزلونها قاعد ينزلونها من الاستور الامريكي انا مو موجودة عندنا ليما الحين